حصلة من أول حتى البطولة العربية مع عشان كده أنا بقول ممكن البطولة العربية العند طول معه ده اللي عايز أقوله يعني لو افترضنا زي ما حدك بتقول انه يعني ابتدى يستدرك بقى الأمور يعني أتمنى يكون ده اللي حاصل فعلا مش نتيجة مثلا إحساسه بضغط مفاجئ من الجماهير إلى آخره يعني فكرة انه تراجع في حد ذاتها يعني شايفها ازاي ما هو بص البطولة العربية أنا ممكن ألتمث له مية عذر خلي بالك اللي عمله في البطولة العربية ده هو اللي خلانا نكتشف مثلا ان عمر كمالعب لوحد ممكن يلعب باكي مين وحللنا أزمة لما أكرم توفيق اتصاب هو اللي خلانا نكتشف ان ممكن يكون فيه زيزو يلعب فسط الملعب بدل ما يلعب جناح بس فممكن تستغيله فسط الملعب هو خالي من الحسنات لكن السيئات أكتر ده اللي عايز أقوله ما هو عشان كده بقولك ان سيئاته مش في الفنيات هو عنده فنيات لكن سيئاته في شخصيته اللي حصل في مباراة نيجيريا انه بعد المباراة تخلى عن جزء كبير مش عايز أقول مية في المية لكن جزء كبير من السمات السلبية في شخصيته اللي هي فكرة العند او التجارب اللي بزياد عشان كده كنا في غينيا بيساو في الشوت الاولاني كنا ممتازين جدا وجبنا تلك قوار في القايم وكلينا فرص اه في الشوت التاني تراجع الأداء شوية بس منطقي مع الحمل البدني وانتعارف الأجواء في الكاميرون عاملة ازاي ان ظروف البطولة دي السنغال مثلا القوى المخيفة تعادل مطشين وتكسب مطش واحد بدار بالجزء في الداية 3 سنين كانت زينبابوي كتال أفضل وتصعد أول بهدف واحد بس نهار دا الجزائر بتخرج رابع مجموعات أصد ان افريقيا مش اي مباراة انت بتخوضيها سهلة ومضمونة بالنسبان وفي نفس الوقت تفكرت القدم انت صعب أصلا تتوقع يعني ده شفناه مع منتخبات قالك في الأول للجزائر بعد كده قلنا لأ تونس هتخسر يعني فعلا فيه مفاجآت سيرة قوي ده جنبيا وسط دور تمانية جنبيا اللي أول مرة تشارك في حياتها في البطولة يعني أنا عارف يعني قبل البطولة لو سألت مثلا مئة واحد في الشارع تعرف دولة اسمها جنبيا تسعين منه قولك لأ فين دي ده معلاني جنبيا ممكن تبقى هي في رأي حضرتك الحصان الأسود للبطولة ولا مش شرط لا واقعيا خلاص طبعا هي الحصان الأسود انتظارا لباقي المباريات النهاردة ملاوي بتلعب المغرب مين عارف ممكن ملاوي تعملها طبعا شاء الله ربنا يوفق امتخب المغرب نهاردة غينيا الاستقاية بتلعب استنغال برضو وارد جدا أي شيء يحصل لكن لحد دلوقتي المفاجأة الأبرز هي جنبيا وجزر القمر تماء كمان مبارح الحقيقة رغم الظروف الصعبة قدموا حاجة محترمة بصراحة اللعبة كمان من غير حارس مش سهلة أبدا ده بس مش من غير حارس بس يعني ده 13 إصابة بكورونا ومنهم الثلاث حراس دهما حضرتك قلتي جايب باك شمال الوحيد النهاردة المدرب ليه تصراحة بيقول أنا يعني قالوا لهم انت شمعنا اخترت ده قالوا لهم لا انا دخلت قالت لهم يلا عايز يقبوني فما حدش رد إلا ده فجبت فلا فيه القرة دايما محتاجة كفاح وجزر القمر كفحت مبارح وقدت عشان كده ظهرت بشكل كويس جنبيا كفحت قدام غينيا وكفحت في المجموعة عشان كده ظهرت بشكل كويس عشان كده كيروش عليه مسئولية كبيرة جدا لكن كمان لنا تناسى مسئولية اللعيبة أنا كنت بدأت ان احنا عندنا جيل مميز لكن التميز ده أنا محتاجة أشوفه في الملعب محتاجة أشوفه فنيات وقبل الفنيات لازم فيه روح وإرادة لو عايزين فعلا نتخطى الموقف ده وعلى فقرها مباراة صعبة جدا لازم نؤمن بده والحظوص فيه خمسين خمسين